المرحلة اللي بعد كده اللي هي مرحلة الكبت المرحلة دي خطيرة جدا يا يا سمين ليه بقى مرحلة الكبت دي مرحلة خطيرة جدا لأن الطفل بيوصل في المرحلة دي إنه هو بيحس إنه مهما عبر بالرسوم في الآخر هو مش قادر يحاكي اللي شايفه بعين خلاص إحنا قلنا المرحلة اللي قابليها هو بيبتدي يرسم من الواقع مابيرسمش بقى من خياله زي ما موجود في المرحل اللي قابل كده المرحلة دي بتبقى لغاية تقريبا سنة 14 سنة هيبتدي يحس انه هو الشغل اللي هو بيرسمه دوت مش قادر بي يحاكي الطبيعة ففيه اطفال كتير جدا بيبتدوا يسيبوا فكرة الرسم خالص ويرجعوا للتعبير من خلال اللغة يرجعوا للتعبير من خلال اللغة لانها بتسعيفهم اكتبا التواصل انه يتكلم بالزبط بالزبط لكن الاطفال اللي هيكملوا بعد المرحلة دي اكتشل يدول نوان فنانين كبار يعني الطفل اللي هتلاقيه بيكمل بعد مرحلة الكبت هتلاقي انه هو نواه لفنان كبير بعد كده بقى اللي انت عاش الفني وبواكير المراهقة هتلاقي بقى الاطفال اللي هم عدوا عندنا من المرحلة السابقة ابتدى يبقى عندهم بقى احساس اكبر بالذلال والالوان والبعد المنظوري وابتدى يبقى عندهم بقى قوة اكبر في التعبير عن الرسومات ده بقى خلاص يعني احنا تأكد انه يبقى فنان يعني دي كده لو الطفل سوي بتلاقيه بيمشي في الستابس دي لو في تأخر في الستابس ديت ده انديكيشن الطفل عنده مشكلة لغية مرحلة الكبت لغية مرحلة الكبت اللي هو بيبتدي يحس ان انا عندي لا مش عايزة الجأ للتعبير بالرسم انا عايزة الجأ للتعبير بالكبت بس انا عندي برضو طرد في حاجة واحدة يعني ليه احنا مش حطين مثلا احتمالية او او اوشن للطفل ده ما بيحبش الرسم يعني عادي انا ما بيحبش ارسم مثلا انتي لو دخلتي في اي مكان في اطفال بيرسمه هتلاقيهم منجذبين جدا للالوان لازم دي حاجة في طبيعة الاطفال هم بيلعبوا لان الرسمة بالنسبة لهم لعبة فاهماني ازاي فبيمارسوها كلعبة مش انا قلت انه هو من دوافع التعبير الفني انه هو بالنسبة له لعبة وتسلية اصلا انا مسلا كنت طفلة بحب البينتين بحب الوان بس ما بحبش ارسم اختياراتك للالوان اختياراتك للالوان في كل مرحلة بتبين شخصية طب احكيلي يعني مثلا اختياراتي للالوان زي ايه يعني مثلا ده طفل بيحب الالوان الفتحة نفسيته تدل على كذا الغمأة تدل على كذا لو دايما بتعبري بالوان غمأة والدنيا غمأة معاك على طول اكيد انت عندك مشكلة فاهماني ازاي لو بتعبري عن الالوان بطبيعة الاشكال اللي انت عارفاها فانت كده حد اكتر اقرب انك انت حد ساوي انك شايفة الحاجة قدامك قادرتش فيها بعين الحقيقة زي ما بيقولوا يعني برضو من ضمن الحاجات المهمة اللزمات الخاصة برسوم الاطفال يعني هما لما جينا عملنا ابحاث على رسوم الاطفال لان اغلب الاطفال بيشتركوا في مجموعة من اللزمات بيتفقوا فيها كلهما زي ايه مثلا اول حاجة عندي انهما دهما يمين بيجوا بيرسموا اي حاجة بيلجاءوا انهما يرسموا بيتخيروا الوضع المثال يعني بيرسموا الشكل من احسن حتة فيه يعني مثلا لو انا عايز ارسمك انا طفل وعايز ارسمك هبتدي لف حواليك في كل مرة واخد منك اكتر حاجة بتميزك فتلاقيني بضمن الرسمة بتاعتي اكتر من جهة فهماني ازاي يعني يرسم البني ادم الوجه والصدر مثلا من الامام والرجل جانبية يبقى ما بيرسملكيش من وضع واحد طب ايه الفكرة في كده انه هو عايز يرسم اكتر حاجة معبرة عن الشكل اللي قدامه يبتدي يرسم الطيور والشمس والسماء الطيور والاسماك مثلا من الجام الحيوانات يبتدي يرسمها بوش امامي والجسم جانبي والرجلين يصفهم جام ببعض برضو انا جايبة برضو هنا نمازج للحاجات دي دي اسبها انه هو بيتخير الوضع المثالي تاني حاجة عندي انه هو بيبتدي يرسم خط الارض مش هتلاقي طفل ابدا من ياسمين بيرسم العناصر بتاعته مش علاقة في الهو هو عارف انه منطقيا احنا ماشينا على الارض فكل لما بيجي بيرسم الاشكال بتاعته بيرسمها متعمدة على خط ارض هو بيرسمه سواء كان افقي او مائل او وتيفر ويرسم عليه الاشكال متعمدة عشان ما تقعش لانه هو دايما يشاف انه هو لو مرسمهاش بشكل متعمدة عليه ومفيش خط ارض تحته هتبتدي الحاجات دي تقع